السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة دي إن شاء الله ومن خلال وقائع ومتابعات هنشرح لحضراتكم الصورة الكاملة اللي بتحصل اليومين دول على السوشيال ميديا بخصوص الوقيعة بين بلدين كبيرين البلدين دول من أهم البلاد العربية ومعهم طبعا الشقيقة الكبرى مصر فيه نشاط ملحوظ غير مسبوك للجان الإلكترونية بزعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية والهدف الأصلي من هذا كله هو الوقيعة بين السعودية وبين الإمارات لأن الممول لهذه الحملات عايز ده وطبعا اللي أنا بقوله لحضرتك ده مش مجرد كلام كده وخلاص لأ طبعا دي وقائع وهنبينها في هذه الحلقة فيلا نبدأ بسم الله قبل ما نبدأ حلقتنا دلوقتي ممكن واحد يطلع ويسأل سؤال ليه يا عم حسين ما بتتكلمش عن الدول العربية التانية بقدر كلامك عن السعودية والإمارات والحقيقة السؤال ده تسأل فعلا من الذباب الإلكتروني ومن اللجان الإلكترونية الإخوانجية بغرض إحباطي طبعا وتشكيك المتابع الكريم فيما أقدمه والإجابة هتلي حدث واحد في أي بلد عربي أنا ما تكلمتش عنه مثلا أحداث غزة من بدايتها حتى الآن ربما قناتي من أكتر القنوات اللي تكلمت عن هذه الأحداث أيضا السودان أنا تكلمت عن اللي بيحصل في السودان لحظة بلحظة كمان ليبيا لم أترك فيها شيء إلا وتكلمت عنه بفضل الله تونس اتكلمت كمان عن اللي في تونس الخلاف الجزائر المغربي نسأل الله أن يصلح بين البلدين أيضا اتكلمت عنه طيب لسه إيه تاني لكن ربما كلامي فيه زيادة عن دول التحالف العربي لأن بلدي الحبيب مصر متحلفة مع هذه البلاد وطبعا كلنا عارفين أن أكتر بلاد بتتعرض للهجوم الخبيث الخسيس من الإخوانجية ولجانهم هي هذه البلاد مصر والسعودية والإمارات فممكن تقول أن دي هي قضية حاليا حتى القضاء نهائيا على هذا الذباب العفين اللي بيحصل دلوقتي يا أخواننا بين الإمارات والسعودية مش مجرد خلاف عابر أو سوء تفاهم مثلا على السوشيال ميديا لا اللي وراه هو حملات خبيثة ممنهجة مدروسة كويس أوي هدفها الأساسي خلق فتنة بين الدولتين وإشعال أزمة بينهم الحملة دي بقيادة الإعلام الإخوانجي والذباب الإلكتروني اللي بيلعبه على الوطر الحساس علشان يخلوا الشعبين الشقيقين يحسوا أن فيه عداء بينهم وبين بعض اللي بيزيد النار حطب أن فيه حسابات بتقول أنها سعودية وهي ليست سعودية هذه الحسابات طبعا ممولة والممول عايز ده نظرا لأن المغارد السعودي هو الأكتر نشاطا على السوشيال ميديا وده حقيقة وتبدأ الحسابات دي تشتم في الإمارات بشكل متواصل والملفت في الموضوع أن الحسابات دي بتتجاهل مواضيع كتيرة أكبر بكتير من المواضيع اللي هم بتكلموا عنها زي إيه؟ زي مثلا فيلم حياة الماعز الفيلم المسيق للسعودية واللي البطل فيه ممثل عماني لأنه بيهاجم السعودية وبيوسيق لها بشكل واضح فالغريب إن الحسابات دي ما تكلمتش على الفيلم ده ولا انتقدت الممثل العماني وبتركز في كل طاقتها على الهجوم ضد الإمارات فقط بل اللي تكلم منهم سرحت منه على الآخر وقال إن الإمارات هي اللي مولت فيلم حياة الماعز علشان تسيء للسعودية فحضرتك كده خد لك بس جولة سريعة على حسابات هؤلاء وشوف كده هل واحد فيهم اتكلم عن فيلم حياة الماعز وعن الممثل العماني ولا لا هل حد فيهم بيهاجم الإخوانجية وإعلامهم زي ما بيهاجموني مثلا وبيهاجموا الحسابات المدفعة بصدق عن السعودية وعن شقيقتها مصر والإمارات حضرتك لو دورت مش هتلاقي الإخوان يا أخواننا طول عمرهم بيلعبوا لعبة التفرقة كل اللي يهمهم هو زرع الفتنة بين أي دول بتشكل تحالف قوي في المنطقة وخصوصا الإمارات والسعودية اللي بيشتركوا في كتير من المواقف السياسية والاقتصادية الإمارات والسعودية بيمثلوا قوة إقليمية كبيرة وده مش في مصلحة الإخوان طبعا اللي بيحاولوا طول الوقت إنهم يخربوا العلاقات بين الدول المستقرة في السنوات الأخيرة الإعلام الإخوانجي سواء كان في قنوات تلفزيونية أو على منصات السوشيال ميديا زي مثلا منصة تويتر أو زي الفيسبوك حاول إنه يشوه صورة الإمارات قدام السعودية والعكس صحيح إنه يشوه صورة السعودية والسعوديين قدام الإمارات والإماراتيين الإعلام الإخوانجي بيلعب على كل حاجة صغيرة ويحاول يضخمها علشان يبين إن فيه أزمة كبيرة بين الدولتين وزي ما قلت لحضراتكم إن اللي ملفت في الموضوع هو ظهور حسابات على منصة إكس تويتر سابقا بتقول إنها سعودية وهي ليست سعودية وبتبدأ بقى تشتم في الإمارات بشكل متواصل وبتهاجم كل اللي بيدافع عن الإمارات أيضا الحسابات دي بتظهر بشكل مفاجئ وبتلاقيها كلها كده ماشي على نفس النهج اللي هو تشويه صورة الإمارات والإماراتيين التركيز على الخلافات البسيطة تجاهل أي مواضيع تانية يعني مركزين في موضوع واحد فقط وده بيوضح إن فيه حاجة منظمة يعني مش مجرد شوية مستخدمين عاديين حتى لو اتكلمنا عن الفيلم اللي البطل فيه ممثل عماني واللي كان فيه إساءة واضحة للمملكة العربية السعودية فما شفناش نفس الهجوم ونفس التركيز على الممثل ده أو على الفيلم ده من الحسابات المشبوهة دي هما بس بيركزوا زي ما قلت لحضراتكم على تشويه العلاقة بين الإمارات والسعودية ومعهم مصر طبعا وده معناه إن فيه أجندة وراهم هي اللي بتشغلهم وبتمولهم طيب إيه الهدف من الحملة دي كلها الهدف الأساسي هو زرع الشك بين الدولتين وتشتيت الانتباه عن المشاكل الحقيقية اللي بتحصل في المنطقة السعودية والإمارات لو اتحلفوا وفضلوا على نفس الخط في السياسات الإقليمية هيشكلوا تحدي كبير لأي طرف بيحاول يتدخل في شؤون المنطقة علشان كده الإعلام الإخوانجي بيحاول بكل الطرق إنه يوقع بينهم ويثير الفتن ما بينهم في نفس الوقت الزباب الإلكتروني اللي بيتم استخدامه على السوشيال ميديا بيلعب دور كبير جدا في الحملة دي بيحاولوا يخلقوا صورة إن الشعبين الشعب السعودي والشعب الإماراتي مش طيقين بعض ولا بيحبوا بعض وده طبعا يا أخوانا بعيد كل البعد عن الحقيقة الشعب السعودي والشعب الإماراتي شعوب طيبة جدا ليهم علاقات قوية سواء على مستوى الحكومات أو حتى على المستوى الشعبي طيب ممكن حد يسأل سؤاله يقول هل الحملة دي هتنجح؟ الإجابة جملة واحدة لا لن تنجح لأن الإمارات والسعودية علاقتهم مش هشة للدرجات دي الحملات دي حتى لو كانت قوية على السوشيال ميديا فهي في النهاية بتبقى مجرد كلام على الإنترنت فقط الحكومات في الدولتين عندهم وعي كامل ولله الحمد بالمحاولات دي وبيشتغلوا على مواجهتها بكل الطرق لكن ده برضو مش معناه إن ما فيش تأثير لهذه الحملات السوشيال ميديا بقت منصة قوية جدا في تشكيل الرأي العام وعلشان كده مهم جدا إن الناس تكون وعية بالحملات دي وما تنجرش وراها طيب دلوقتي يا عم الشيخ حسين إيه هو الرد المناسب وما هو الرد الأفضل على هذه الحملات؟ أنا بقول إن الرد المناسب هو زيادة الوعي بين الناس لازم الكل يعرف إن فيه أطراف بتستغل السوشيال ميديا علشان تزرع الفتنة بين الإمارات والسعودية لازم الناس تفهم كويس أوي إن الحسابات اللي بتدعي إنها سعودية وبتهاجم الإمارات مش حسابات سعودية حقيقية دي حسابات مشبوهة وطبعا العكس بالنسبة للحسابات اللي بتحمل معرفات أو أسماء إماراتية دي كلها أو في أغلبها حسابات مزيفة أو حتى حسابات بتمولها جهات معينة مشبوهة علشان تثير الفتنة بين البلدين في النهاية العلاقات بين الدول بتقوم على مصالح مشتركة وأهداف استراتيجية السعودية والإمارات عندهم تاريخ طويل جدا من التعاون في مجالات كتير واللي بتحاول الحملة دي تعمله هو مجرد محاولة بائسة يائسة للتأثير على العلاقات بين الدولتين أما بقى دور الجمهور فالجمهور سواء كان في الإمارات أو في السعودية ليه دور كبير جدا الحقيقة في إحباط هذه الحملات لازم يبقى فيه وعي كامل بالمصادر اللي بيتابعوها على السوشيال ميديا لازم الناس تبدأ تتحقق من الأخبار ومن المعلومات اللي بتوصلهم قبل ما ينشروها وقبل ما يعلقوا عليها وكمان لازم يبقى فيه دعم أكبر للمؤسسات الإعلامية الرسمية اللي بتوضح الحقيق وبتنفي الإشعاعات وختاما اللي بيحصل دلوقتي يا أخوانا هو محاولة لخلق أزمة بين السعودية والإمارات من خلال تشويه الصورة وزرع الفتنة الإعلام الإخوانجي والذباب الإلكتروني هم اللي ورى الحملة دي بكل تأكيد وبيستخدموا كل الوسائل المتاحة علشان يشعلوا الخلافات بين الدولتين أتمنى أني أكون قد وفقت في نقل الصورة بشكل كامل لحضراتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا كلها من كل شر وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر